موسيقى مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء عودة وأحداث الشوت الثاني من مباراة المصري واسموحة ووصول أوتوبيس النادي الأهلي حالا قبيل انطلاق الشوت الثاني من لقائنا المصري واسموحة وصول أوتوبيس النادي الأهلي أو الحافلة اللي بتقل اللاعبين إلى ملعب المباراة هناك بالقاهرة الجديدة باستاذ بيترو سبورت ومباراة الأهلي والتحاد الشرطة تشكيل النادي الأهلي حنقوله لحضراتكو زي ما جالنا من ملعب المباراة أحمد عدل عبد المنعم في حراسة المرمى محمد هاني أحمد حجازي رامي ربيعة وحسين السيد وفي الوسط مستمر وجود أحمد فتحي جنبا إلى جنب مع الكابتان حسام غالي وسلاسي خلف رأس الحربة مؤمن زكريا عبدالله السعيد رمضان صبحي وعمر جمال في الخط الأمامي والاحتياطيين شريف إكرامي الخبر صار أنه شريف يعود للجلوس على مقاعد البودلاء فضل الجهاز أكيد أنه ما يدفعش به لعودته من الإصابة لكن يعود في الوقت المناسب وليد سليمان حسام عشور عمر السلية جون أنتوي سعد الدين سامير وعماد متعب في تشكيلها خرج منها ماليك إيفونا المتأخر عن العودة من الجابون بعد مباراة في تصفيات أمم أفريقيا وبالتالي كان العقاب من الجهاز الفني واستمرار غياب طاقة ورئة وسط الملعب حسام عشور الغائب هو الآخر لكنه جالس اليوم على مقاعد البودلاء وعائد من الإصابة قلت لحضراتكم التشكيلة ودي توافد وصول اللاعبين إلى ملعب المباراة في بيتروسبورد وجود حسين السيد أيضا على حساب صبر رحيل حيبدأ وحسين بقاله فترة ما بيبدأش المباراة فرصة لعمر جمال من البداية الغزال أنه يكون موجود برضو في قيادة هجوم النادي الأهلي